بس احنا عايزين قبل ما نبدأ الحلقة نحكي حكاية صغيرة ولو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية لان الامور اللي بتحصل على السحر ياضية بيت اشبه بكتير جدا من اللي بيحصل على شاشات السينما عم صابر عم حسن حسني عامل دور عم صابر وابنه احمد رزق في فيلم لطيف لذيذ كده ابنه احمد رزق طول عمره بيحلم ان هو يدخل كلية الشرطة عم صابر عايز دخل ابنه كلية الشرطة فبيعمل ايه بيعمله حجز داخل الصالة بيعمله يفط بتتعلق على جدران الصالة ان ده شرطة في خدمة الشعب والكلام ده كله وبيعايشه اجواء ان هو زابط شرطة برغم ان عم صابر عارف كويس ان احمد رزق طبعا مش هينفع يكون زابط شرطة راح احمد رزق يعمل اختبارات لكلية الشرطة بالتأكيد فشل بالتأكيد مقدرش يلطحك بكلية الشرطة لان محتاجة مواصفات معينة اتصب عم صابر اللي عامل حفلة كبيرة اوي حفلة كبيرة في عز الصيف قال له انا نجحت خاف يقوله ان انا سقت فراح يوسف رجع البيت المنطقة كلها بتحتفل بزابط الشرطة اللي من الزابط شرطة وبيرقصه كلهم واصلا احمد رزق ساقت في الاختبارات وبيطلع احمد رزق يكمل الدور عشان يخرج من المنطقة اللي عايش فيها هو لابس بدلة كلية الشرطة هيفضل لابس بدلة كلية الشرطة وهيفضل عم صابر معلق اللي يفوت داخل الصالة بس عمر محمد رزق هيبهع يكون زابط شرطة حتى لو كان عنده 21 سنة